اشتركوا في القناة 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 المرحلة هذيه طوى باش ناخذك الجرام متاع الزعفران باش نحلو فك الكاس متاع الماء اللي فيه روح الزهر وباش نبديه ونلمو بيه العجينة متاعنة كما قلت لكم ممكن تعاوضوا بالملون الغذائي اذا كان ما لقيتوش الزعفران فقط لهن حاجتنا باللون المزيان فماشكون يحط الكركم وإلا الخرقوم لكن ما ننصحكمش على خطر يبدلل هالطعم متاحها بالنسبة للماء عينكم ميزينكم تصبوا بشوية وتجمعوا العجينة متاع الشباكية راه يلزمها تكون يبسة قاسحة بشكيكة الطوعكم في الخدمة ما يزمهاش تكون سيلة وإلا مرخوفة العجينة مراهي من بعد متشكل الكمش ومتطوعكمش في الخدمة متحافظش على الشكل المزيان متاحا هني كما شفتو استعملت كيس واحد تو بش نبدأ نضيف بش شوية في الماء واللم على خطر حتى نوعية الدقيق راه يتختلف من دقيق الدقيق وإذا كان زي درحيت وجلجلين بالطريقة اللي قلت لكم عليها بش تستعملوا كمية أقل من الماء لهني توصل راعة الفيديو بش نبدأ نجمع فيها نكمل اللمها ونرجع لكم إن شاء الله هذه هي تو العجينة كملت جمعتها نتحصل عليها بشكل ذي يلزمها تكون عجينة شدة روحها بالقداية يعني يابسة بالقداية مليح ما تكونش طرية بش كيكا تنجمو تخدموها لهني تو دوب ليش بش نحاول الدخل مكونات شوية في بعضهم مليح مدة دقيقة من زمان كيكا ونتعديو مباشرة بش نقطعوها لهني تو بش نقطعوها إلى 6 قطاع ونحطوها في البلاستيك الغذائي ونتعديو ونبدأو نخدمو فيها هني سرعت الفيديو وعلى خطر الفيديو بش يكون طويل شوية قد ما اختصرت فيه لكن لازم يعني اللي شبكية فيها برشة مراحل كيما شفتو كيكا نكورهم يعني ونحطهم في الكيس وبش نبدأو نخدمو فيهم مباشرة لهني تو بش ناخذو الكويرة لولا وبش ناخذو المدلك اللي هو الرلو وبش نبدأ نحلها بالشكل ذي نحلوها شوية بشكل طولي وبش ندخلو لها لجنيب امتيحها توا نرجعو جنبها ذي منها واجنب ليخر فوقو ونعاودو ندوروها ونحلوها مرة ثانية ونعاودو نعملو نفس العملية بش ندخلو لجنيب الاثنين الكل هم تو الكويرة تذوكم بش نعملو لهم نفس العملية هذية كيما شفتو نتحصلو عليهم الكل بالشكل ذي كيما نعملو الباتفويته هذي تو بش نخليها على جنب ونعملو لهم الكل هم نفس العملية الهنية توا كملنا عملنا لهم العملية هذي كمتاع التوريق توا باش نحطهم الكل لهم كيما شفتوا في الأكيس هكا وباش نحطهم في الثلجة مدة 4 ساعة ونتعدي وان شاء الله نبدأ ونشكله في الشباكية كل مرة نشبدو قطاع لبقي نخليهم في الثلجة حتى لين نكملوا الكمية اللي عنا كاملة الهنية توا باش ناخذ قطعة ماك القطاع متاع العجينة وباش نستعمل لهنية الرولو المدلك نبدأ نحل فيها في مرحلة أولى بالطريقة هذية ومن بعد باش نستعملوا الماكينة الخاصة بالعجينة الآلة اللي نحلوا بيها المعجنات ونعملوا بيها الباستا لهنية كيما تشوفوا حاليتها بشكل ذي من بعد باش ناخذ السكينة ونقطعها في زوز قطاع بشكيك تتعدلي في الماكينة بالنسبة للأخوات اللي ما عندكمش ماكينة تحلوها بالرولو فقط توسعوا بالكم وتحلوها رقيقة بالنسبة لينا باش نعديها في رقم ثلاثة من بعد رقم خمسة واخر حاجة رقم سبعة لهنية توا هذية هي العجينة متاعنا نتحصلوا عليها بالشكل هذية يلزمها تكون رقيقة بالشكل هذية شفافة كيما شفتو بتكون جويدة اذا كان ما عندكمش الماكينة ممكن تعملوها بيديكم يعني تحلوها بالرولو فقط تطلب شوي وسعبال خذيت لهنية الجررة باش نحي اكل لحرف هذوكم الجوانب الزايدين ومن بعد باش نقطع شرايط بالطول باش نعملوا بيهم الشبكية متاعنا ماناش باش نستحقوا اكل طابع اللي نعملوا بيه في العادة الشبكية لهنية تواهوك كيما تشوفوا بديت نشبك فيها باش ناخد شريط مك الشرائط اللي قطعناهم ونلفوا على ايدي بالطريقة هذية تدوروها على ايديكم تحاولوا تخليوه مرخوف شوية متعملوش يمزير يعني مكبوس قطعت لهنية كل قطعة الزايدة هذيك وباش نحطوها على الطاولة العملية سهلة على الاخر صدقوني وباش ناخد لهنية تواهوك الطرف اللي يكون من الداخل هذيك اللي بدينا بيه ها هو الطرف القصير هذيها ها هو ذيك وباش ناخد مع قطعة اخرى من باح ذيه ونجيب قطعة من الجهة الاخرى ونقرص عليهم مليح مليح في الوسط كيما شفتو نقرص عليهم مليح في الوسط ونجيب للجهتين الاخرين بالعكس نقرص عليهم بشكل هذيك باش نتحصلوا على الشبكية كيما شفتو راهي ستشبيك امتيحها مزيانة صدقوني عبارة شبكناها باك الالة الخاصة بالتشبيك وهي سهلة مهلة وما فيها حتى شيء الشريطة ذيك نحيتو خاطر تقسم عوج شوية باش ناخد شريط اخر لهنين نفس الطريقة ندوروه بشكل هذيك ندورو وهو مرخوف بالنسبة لك الزوائد اللي بشو قعدوني بتاع العجينة اذوكوش نحطهم في سا الشيء ومن بعد باش نحلهم كيما حلينا العجينة من الأول برولو ندخلو لهم لجناب يعني نعملوهم مكتو يذيك كيما الفيتاج ونخليهم يرتاحوا ونكملو نحلوهم باش ناخذوا لهنين اكل قطعة ذيك الزايدة اللي من الداخل ناخذوا معها قطعة من الليمين ونجيبوا قطعة من اللي جهة ليسار نقرصوا عليهم مليح في الوسط يجزوكم تقرصوا مليح نأكد عليكم باش ميتحلوا لكم باش مبعد في القليه وناخذوا الجيهات اللي بالعكس منا ومنا ونقرصوا عليهم متحصلوا على الشبكية متاعنا هذي هي توا الطريقة متاع التشبيك اللي باش مستعملها انا باش نكمل نشبكها الكل بنفس الطريقة ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم باش نكملوا بقية المراحل كيما شفتوا استعملت ايدي فقط لستعملنا كيس لبريد لحتى شي في وقت وجيز تشبكوها الكل حتى وحدكم تنجموا تعملوها لهنا حبيت نوريكم اكل قطعة متعدي شي كيلاميتهم الكل كيما كويرة باش نحلوهم بنفس الطريقة ندخلو لهم لجنيب مننا ومننا ونعاودو نحلوهم وندخلو لهم لجنيب مننا ومننا ونخليهم يرتاحوا ونكملو نخدموهم الكل بنفس الطريقة لهناي طو باش نبدو في عملية القلي الشبكية متاعنا شيحت ورتاحة خليتها تقريبا ساعتين طو باش نبدو نقليوها حطيت الزيت يسخن تحطوا كمية به يمتع زيت وماذا بكم تستعملوا قليا كبيرة باش كل مرة تقليو كمية كبيرة هذي العسل اللي سبق وشاركتوا معاكم في القناة ونخليكم الرابط في صندوق الوصف كيفاش تحضروه باش نعاصلو بيه الشبكية متاعنا مباشرة بعد ما نقليوها لهناي طو باش نبدو في عملية القلي باش نجرب لهناي الزيت بالقطعة ذي كمتاع دي شي اللي قعدتلي بالنسبة للشبكية راي تطيب على نار قليلة باش هكيك تطيب في حقها وطيب من الداخل ويجيكم بنينا اذا كان تطيبوها على نار قوية راي تتحرق من البرة طيب في سعة حمار لكن من داخلي الداخلين يمتاح يقعد ناي على هذك يلزمكم تطيبوها على نار قليلة توسعوا بيلكم معاها بنسبة للعسل المتاحة هاوك قريب بحذية كما شفتوا وردهولكم العسل المتاحة تحطوا تستعملوا وهو بارد هي سخونة وهو بارد ويلزمنا نغطسوها مليح في العسل المتاحة تاخذ حقها في التعسيل يعني الوقت اللي تنقلوا فيها كل قلية مثلا الثانية تكون القلية لولا تعسلت وهكيك قلية يعني تكون تتقلاء وقلية تكون تتعسل تردوا بيلكم عليها كتشوفوها حمارة تقلبوها على الجيهة الاخرى وماذا بيكم كما قلتلكم كيف تجيو تعملوها دي ما تقرصوا على كل جنيب مليح مليح بشكيكا ما تتحللكمش في القليين لهنية توا شبكية متعنا طابط بش نستقطرها مزيت ونعسلوها مباشرة وهي سخونة هذيك اللون متاحة يلزمها تكون ذهبي ما تكونش محروقة من بعد تكمل تاخذ اللون المزيين في العسل متاحة نستقطروها مليح ونسقطوها في العسل يلزمها تتعسل مليح زيدا الوقت اللي طابط فيه القلية الثانية تكون هي تعسلت مليح كما تشوفوا هاوكا فما كعبة هذيكا متعشبت لي محلولة هذيكا ما قرصنيش عليها مليح في الجنب على هذيكا تردوا بالكم ويلزمكم تقصوا عليها في الجنب مليح هذيه لهنية القلية اللولة حتيتها تتعسل يلزمها تتشرب العسل لمليح وحذرت الصفية هذيه بش نستقطرها فيها من بعد الرشو عليها شوية جلجلين وهي سخونة هذيه القلية الثانية قاعدة طيب هذو ما هومة والكعبت اللي عسلناهم في لول حتيتهم يستقطروا ورشيت عليهم مباشرة جلجلين بش يلسق فيهم لهنية ورجعت لكم هذيه شبكية متاعنا في الشكل ان هي متاحة طابت وجيت ما شاء الله صدقوني رايب نينا برشاء خاصة بالطريقة اللي شاركتها معكم متاع جلجلين كيف رحينيها بالطريقة ذيكا رايب يدللها الطعم متاحة ويعطيها نكهة بنينة مختلفة على الشبكية العادية ان شاء الله الطريقة ذيه جيتكم سهلة وتجربوها وتنجحلكم اذا كان عندكم اي تساؤل خليوا لي في التعليق متاعكم نجاوبكم ان شاء الله ربي يبلغنا ويبلغكم رمضان على خير ويبعد علينا الامراض والاسقام جميعا واخر حاجة نقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم من لا كافية له ولا مؤوي ان شاء الله ربي دم علينا وعليكم النعمة نتقابلوا ان شاء الله في فيديو الجاي ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر